كشف شقيق المواطن المغدور محمد حيان الذي تعرض للقتل من قبل دوريات خفر السواحل القطرية كشف المزيد من تفاصيل الحادثة وقال إنه خرج في رحلة بحث عن شقيقه على السواحل القطرية حتى تم العثور على جثته مؤكداً أن السلطات في الدوحة حاولت تزييف الحادثة وادعت أنه تعرض للغرق والله أنا كنت جاي من آخر الليل حوالي الساعة ستة ونص لأن العمل المالي قريب من البيت فتفاجأت بحد الأشخاص يقول لي أن أخوك ما رجع راحوا البحر ولا رجع قال لي كان نروح لهم القطر نشوفهم فقط بدلت ثيابي ورحت على المطار ورحت سألت قالوا هادا تحصلهم في الرواس رحت الرواس اللي يقولون لي لا هذا موقفين في الخور رحنا شفت الجماعة في حالة يرثلها لا عليهم نعل مضروب ظهورهم كل واحد يقول ظهري واحد رجائله واحد والد أختي اللي هو والد أختي علي مضروب أربع غرزات مشلوخ راسع في راس الضربة علي والد أخوي ظهره والدمان فيه بعد شوية اللي يقول لنا هاي المسؤول الضابط اللي هناك إن محمد حيان مفقود بقيت خمسة أيام في قطر أدور في الرواس من البداية إلى النهاية في واحد هناك من أهل قطر زوجته بحرينية وهذا اللي استضافنا في بيته وقمنا ندور يعني ندور خمسة الأيام في الصباح من يوم الخامس جاننا أبوه هنا مستعدين حق بعدين نروح نشوف على السواحل اللي يقول بس خلاص شفناه بعدين قال لي ترى أخوك مات فحاولت بأسرع وقت خلصة من هناك ويجيب البحرين بأسرع وقت جبنا رديت رحت سافرت لهم حق القضية فقالوا لي ترى القضية أنه هو غرقان قلت لي أخوه هذا يغرق هذا إذا نزل البحر الشباب اللوياه يعجزون من جميع النواحي قوة البدنية والجسدية قوي قوي والدختي هاي الصغير ما يغرقوا وهذا اللوياه والخالتي والدخوي والشاب اللوياهم ما يصيد أمشي هذا يعني يغرق ما لقيت منهم أي جواب وخب في يوم اللو شفناه رحتنا ليهم لي عتقالوا ليهم تعال تعرف على أخوك هذا هو فطبعا الأخو يعرف أخوه فقيت هذا أخوي فقيت ليهم تني أهل قطر تقتلون إنسان فقير شاب بحراني على السمشة هذي الأخوه هوايق مجلس التعاون مو إحنا دولة بجنب دولة تقتلون فينا وتضربون فينا وكل حتى في مياهنا الأقليمة تدخلون لنا ترجمة نانسي قنقر